اشتركوا في القناة اخوي شانب اول قبل كل شيء تقول بتحكي مع المسلمين ليش تستخدم القرآن كحجة احنا بنستخدم القرآن كحجة لانه المسلمين نفسهم يكذبون كتابنا وقولك هذا محرف طيب خلينا نشوف هذا اللي بتحكي عنه مش محرف بيقول نفس اللي بنقوله وبيقول انه المسيح فريد في الولادة وفي الصعود وهو عند الله الان فانت ليش ما بتقبل بيه هذا من كتابك يعني هذا من عندنا يعني محبتنا لأخوة لحبتنا المسلمين تخلينا نتماشى معاهم إلى درجة حتى نشرح لهم من القرآن في آيات وآيات قرآنية بتبين نفس الفكر اللي احنا نؤمن به اللي بتتكلم عن وحدانية الله عن لهوت المسيح عن صلب المسيح احنا ما عندنا اختلاف عليه ما عندنا اختلاف هذا الموضوع لكن هي مسئلة لغة انا بتكلم معاك في اللغة العربية لو كلمتك في لغة بالصينة مثلا لا طبعا ما راح افهم ولا شيء لا راح تفهم علي فبتكلم في الشيء المشترك بينه بينك كمان ارجع لك على كلمة بإذن الله المسيح مذكور عنه انه هو كان يحيي الموتى ويخلق ويخلق والخلق هذه صفة من صفات الله والله لا يعطي صفاته أخص خصوصياته الأحد فبالتالي الخلق هذا شيء المسلمين يقول لك انه لانه مذكورة بإذن الله ما كمان في آية بالقرآن الله بيتكلم عن نفسه ويقول بإذن الله يعني فبالتالي مش معناته بإذن الله انه الله يعطيه بردو بتوري تفوق المسيح وتميز المسيح ليس لأننا نحتاج إلى شهادة فالكتاب المقدس واضح جدا لكن برضو على سان الشخص الآخر يفهم كمان عشان بس الروح القدس لان هي قالت ليش الله ما بيخلي الروح القدس يتعامل مع المسيح لا الروح القدس بيسكن بينه كمسيحيين لحظة الإيمان بالمسيح لكن أيضا الروح القدس بيبكت الغير مسيحي سواء كان مسلم بوذي هندوسي مهما يكون دينه بيبكتوا على الخطيئة وبالتالي الروح القدس بيتعامل مع ناس عشان يبكتهم على خطيتهم عشان يحسوا أنهم محتاجين إلى كفارة المسيح اللي عملها على الصليب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر